السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل السائل لماذا لم أحتفل بعيد مولدي بالأمس قد قضيت هذا اليوم في صفر ما بين جينيفا واسطنبول والكويت رحلة استغرقت أكثر من 8 ساعات وسألت نفسي هذا السؤال لماذا يحتفل الناس بعيد الميلاد ولماذا لا يحتفل به والشخص الوحيد الذي يحتفل بعيد ميلاد ابنه هو الأب والأم المقدم هذا العزيز الجديد الغالي الذي يسعون لإسعاد أنفسهم بوجوده بينهم أما الآن فأصبحت حفل عيد الميلاد الذي يحتفل به في كل عام مكلف مجهد مظهرية تتباهى به النساء والأطفال والرجال في غير موضع لهم كيف أن أحتفل أو أحتفل أنا بعيد الميلاد وعندي أكثر من 2 مليار إنسان تحت خط الفقر في البوسنة وفي الميامار روهينجا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي مصر وفي ليبيا في كل مكان في العالم في أفريقيا الصحراوية وأفريقيا الغربية إلى آخره إن أردنا أن نحتفل بعيد ميلادنا فليحتفل المجتمع بنا وليحتفل المجتمع بنا وبقدر ما نقدمه له من عطاءات ومن إنجازات ومن حلول لمشاكلها الاجتماعية فأنا شخصيا أرفض أن يحتفل بعيد ميلادي لأن عيد الميلاد في سن رجل مثل سنة لا بد إن كانت لي إنجازات أو إن كانت لكم إنجازات أن يحتفل بهذا اليوم من استفادوا من إنجازاتنا ليس نحن الذين نحتفل بأنفسنا ولم يكن لنا إنجازات من قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الكويت